كده من بعيد على استحياء حفاظا على الشكل الام ولمساعدة النادي المصري العظيم في النهاية البرس عادية يستحقوا مننا انهم ياخدوا وقت ونتكلم عن مشاكلهم لانهم ناس محترمين خلينا نروح لنادي الزمالك وملف نادي الزمالك قبل ما نختم استاذ علي حمام سلام عليكم عليكم استاذ عبد الناصر تحادة حضرتك والكابتان حماد عصدقي والكابتان عمد البالة عبدالله استاذ المشاهدين يا ابو الزغالين ماذا لديك طبعا خلاك النهاردة عرضت واستفدت في مسألك الغاء الجماعة الامومية الطريقة اللي كده توقف في نادي الزمالك يومية الخميس والجمعة احنا عميل رد الفعل اللي حدث بعد قرار الالغاء واني نادي الزمالك اجبر على الالغاء ده قرار مش برغبة مسؤول الزمالك هما اجبره على الالغاء لاني مفيش جماعة عمومية بتتعمل بدون اشراف قضائي اللي بيرسل الخطاب لوزارة العدل هي اللجنة الامبارة المصرية ولجنة الامبارة المصرية لم تفصل في مسألة انعقاد الجمالة عمومية الزمالك اذا الزمالك معندوس اشراف قضائي والزمالك ارسل خطابات للهيئات القضائية الهيئات القضائية مستدرش ترد عليه ان الزمالك ليس ازو سفا دي نقطة فما كانش ينفع يتعامل جماعية عمومية بدون اشراف قضائي ونادي الزمالك استعانت الجماعة عمومية اللي رقدت يوم تلاتين ويوم واحد تلاتين بيقضاء جلاء ولكنهم على المعاش ووزارة العدل اوزار البيان وقالت انها مقاشرتش على يدي الجماعية وليس لها علاقة به ده 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 بانج تاني ان وزارة الشباب رفضت اعتماد الجماعية او كنا احنا انفرضنا بالحديث اللي دهار بين الدكتور اشراف صبحي ورئيس مهد الزمالك كمان مدريت شاب الرابة باجهزة متدارش تتحرك من مكانها او تحرك اي موظف او اي مسئول انه يروح نهد الزمالك ويشارف الجماعة العمومية بدون قرار من الوزارة فده برضو بانج اخر اكبر مسئول الزمالك على الغاية الجماعية العمومية اللي كان مقرر عقدها يوم الخميس ويوم الجمعة بجانب طبعا شكوى المحاسب هان العتال نهاد رئيس النادي واللي تمت فيها عدد من البنود والاجرات اللي بتثبت بطلال الجماعية تمام قبل ما قرر الغاية الجماعية يخرج كان يوزير اشهر صبحي لمح مع مجموعة من الزمناء الصحفيين اللي بيرغطوا وزارة الرياضة وقال ان رئيس الزمالك وافق على الغاية الجماعية العمومية طبعا زي ما قلنا ان رئيس نهاية الزمالك اكبر على الغاية الجماعية العمومية نهاد الزمالك طبعا لعضاء في حالة السياء من اهضار المال العام الخاص بمسألة الجماعية العمومية نهاد الزمالك احضر مال عام في الجماعية العمومية اللي عقدت يوم 30 ويوم 30 اغسطس ولم يتم اعتنادها من اي جهة في الدولة برضو احضر مال عام على الجمعات اللي كان ناوي عقدها يوم الخميس يوم الجمعة وعمل اعلانات في صحف قومية وعلق كشوف باسماء الاعضاء ويستعد للجمعات الامومية وانطق نفقات مالية تكبابها النادي ومع ذلك ما تمش عقد جمعات الامومية وطبعا الاعضاء في حالة استياه كبيرة جدا لان بيقولوا بدل النفقات دي ما تصرف ومفيش جمعات الامومية لا الدولة بتعتمدها ولا بتتم النفقات دي تتحول لفرع النادي الست اكتوبر اللي ما تمش فيه بناء اي شيء غير وضع حجر الاساس فقط ده الامتباع استادة الاعضاء بل بعد عندنا طبع الزمالة اصدر بيانة عشان يحاول يجمل المشهد او الصورة وقال ان هو لغى الجمعات الامومية حفاظا على الاستقرار في الدولة المصرية طب لما انت بطالب على الاستقرار في الدولة المصرية ما لغيتش ليه جمعات الامومية تعتين تلاتين وموح تلاتين اغسطس اللي يجريه شهر القب الماضي فطبعا ده كان مجرد ضعيف جدا من مسؤول الزمالة طيب عندي عندنا الوان ثاني العبتال النهاردة كان ليه تفريح ده انفراد لكل بنادنا قال اكبرت رئيس الزمالة على لغاء الجمعات الامومية وقال ان هو لغى القانون واللواية يكبر رئيس الزمالة على لغاء الجمعات الامومية الباطلة والتي لا يوجد في اجراءاتها اي امر صحيح حتى يتم عقدها بس خلي بقى لك والمحاسب عن العبتال يعني دمس الخلق ليست هذه لغته وانما هو كان يقصد في تصريحاته انه هو تصدى للحفاظ على حقوق الجمعية الامومية لانه ما بيحبك بيتكلم بكلمة اكبرت ولا نقولك بكلمة ان هو تقديم اللوايح والقوانين اه يعني اه تصدى للموقف قانونا حفاظا على نادي الزمالة تمام عندنا اه نور دا اخبار اه الفريق الاول لخط القدم نادي الزمالة اه الفريق انه هاده الفريق عطوا هيتدرب ان شاء الله اه يوم الخميس دا اول تدريب هيرجع يستعد نورات الامتاج اللي هتقام يوم السلساء المقبل اه بيدور الستاشر من بطول الكاسمة على ملعب جرج العرب اه عندنا خبر من الاسماعيلي اه بناس على التعاقد مع احمد ندبولي طبعا احمد ندبولي قرد خارج حسابات السويسري بيستان جروسي المدير الفن تمام عندنا برضو الزمالة هيدخل معسكر مغلق يوم لسنين المقبل والمعسكر دا هيوعد لمدة ستة ايام لان الزمالة عنده مباراتين في السكندرية مبارات الامتاج يوم في الاسفكاس مصر ومباراة اخرى يوم سبعة وعشرين مع نادر التحريف سكندري دا هيوعد جروس 16 من البطولة العربية فالمعسكر ايام يستعد فيهم للمباراتين اللي هيخون على ملعب بره عندنا اتحاد المصر لكورتلياد ارسل خطاب للنادي الزمالة اخضره ان فريق او ما يستعنى في بطولة الدوري يوم ستة عشرين من الشهر الجاه لكورتلياد الزمالة هيلعب جميع مبارياته خارج ملعب وده تنفيذة لقرار اللجنة الانبية المصرية وقرار اتحاد الافريقي لكورتلياد عندنا ازمة اه رهيبة جدا موجودة في اه ادارة المنشاط الاجتماعية سنادي الزمالة حيات طبعا اتكلمت مبارح وعشارت اليها وقلتوا ان تم نقل اه 12 موظف من اتفضل ايه علاء علاء حط عطاء طيب ماشا نرجع نجيبه تاني يعني اذا الزمالك كابتن حمادة انتاج الحرب السلساء 27 الاتحاد في الوضع العربية اه موضع طبيعي كان يام معسكر اناك في اسكندرية الفترة ديت بس فرقة فايقة اه الزمالك اه يعني السقة اللي خدها في السوبر اه اه اكيد هتديله دفعة قوية جدا بحيقة فمو نفس الشرسة بقى يعني الدوري بقى والبطولة العربية بس هو عنده فرقيتين بسم الله بشاء الله لسه بتحولك دي بالزمالك والرقب الوحيد بس عزاولك الحاجة عندها فرقيتين حتة عدم خده افريقيا ام فلنفادته وكاسم لا افريقيا هتبدأ قريب برضو كاسم لا 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 اه 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 اللعبة اللي تهزد اه 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 ده مفيش اه يعني ما دخلش في مرحلة الاجهام اه اه بس زبط ما عندهش بس فيه برده بس عنده طبعا لعبة كابه عنده. 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 كريستيان قوس ما بيعملش روتيشن. وبالتالي الفرقة دي ممكن تقع منه في اي لحزة. نظام كنا بننتقد النقطة دي اكت. ما بيعملش روتيشن على حد. هو عند 14 لعبة اللي جلعب بيهم والباينة عليهم عن كبوت عالدك. فدي مشكلة كبيرة لازم يعمل روتيشن. بس يلقى العالي. اروتيشن. اروتيشن بتعامل انت. اه. بتعامل وقت الاجهاد والارهاق. بالضبط. لما لعب. طبعا انا ليه ما استنى الارهاق. ليه. انا ليه ما استنى. ما انا ابدأ اشغل المكان. اي مدرب بس اي مدرب بحب تثبيت التشكيل. اي مدرب. هو من المدرسة دي. باب رجالي. اهنا بيه كمان يعني بيحبوا يثبيتوا التشكيل ويلعب فيه. اه يجاعز بس اه اشتارة معنا رجاعز. اه رجالين على حمام علاء. اه طبعا امس ازاعد ناصر الفراد. في الازمة اللي موجودة. في. في ادارة النشاط الاجتماعي. واعلنت انه تم اه نقل اكثر من اتناشر موظف. اه موجودين في الادارة. النهاردة اه مجموعة من الموظفين اللي كانت منها لهم. اه احتكوا بيه. طريق ابو اوزة مدير النشاط اه الاجتماعي. وكاد الامر ان اصل الاجتباع. وانا جات لمعلومة انه تم نقل. انه بعدين بعد دقوق من اه تدليل اه رئيس اه ادارة النشاط الاجتماعي. الموظفة تدعى شبأ سمير. ان هو يعني بتاخد اجازات براحيتها. مكافآت. فهم اشتاكوا. فهو اطاح باثناشر من الموظفين. فدور رفضين ينفزه النقل. وكان فيه النهاردة اه اه اشتباك معاه يعني. ونقاش عنيف جدا داخل النادي. والامن منع حدوث ازمة بينه وبين الموظفين. واللي تم نقلقه. طبعا النهاردة حصل موقف غريب جدا. رئيس احد وقناه الوزارة. وطلب منه ان هو يعتمد له جمالة امومية بتاعة يوم تلاتين ويوم واحد تلاتين اغسطس الماضية. طبعا واكيل الوزارة رفض تماما. وقال له احنا اعملاش علاقة. وانا ما اقدرش اعتمد جمالة عمومية ما فهاش اشراف قضائي. احنا كده نتحق تحت المسائلة القانونية. وحصل النقاش عنيف جدا دين. رئيس نادي الزمانك ووكيل وزارة شعوب الرياضة. كمان اه رئيس نادي الزمانك طلب وكيل مدري شعوب الرياضة بالجيزة. وطلب برضو نفسه منه الطلب. نفس الطلب منه انه يعتمد الجمالة عمومية اللي عقدة سيوم تلاتين واحد تلاتين وغسطس. لكن طبعا وكيل مدري سعوب الرياضة رفض ولا انا ما داشت اعتمدها غير بتصديق من الوزيع. عندنا بقى درب سعودي اقيم عطوا درب زمالكاوي يكون في السعودية. بين فريق الكوكب اللي بيديره كابتن وثامة نبيه. وفريق الشوحنة اللي بيديره كابتن مومي السليمات. طبعا الاتنين من ابناء نادي الزمانك والمبرأة وقيمت في اه دوري الدرجة الاولى الدوري السعودي. وفاز فريق الكوكب. معانا فريق. الشوحنة بثلاث الاهداف. معانا معانا الاهداف يا ستس خالد مخلص. عندك اخبار تانية معانا الكوكب.